لكن خلونا نبدأ في سنة 1952 القاهرة العاصمة المصرية فازت بلقب أنظف وأجمل مدينة في العالم كانت العاصمة المصرية مدينة راقية جميلة متفوقة على عواصم عريقة مثل روما ولندن وبرلين كان النيل الحقيقة بيزين القاهرة الأشجار والحدائق العامة بين جنباتها تسر الناظرين لكن الوضع ده ما كانش بيخص القاهرة وحدها لكن كان ده شكل مصر عموما مرت سنين بفضل الجنرالات وإحنا في ذكرى ثورة يوليو تحولت العاصمة التاريخية إلى علبة كبريت تقدرش تشوف فيها لا شجرة ولا لون أخضر تكدس وزحام وعوادم حتى أصبحت القاهرة من أكثر مدن العالم تلوثا الأمور استمرت وذهبت إلى الأسوأ الناس كانتش بتموت قبل كده من التلوث بقت بتموت بالتلوث والاختناق المستمر حتى تقدمت الدكتورة نادا ألفي ثابت وهي عضو مجلس النواب الحالي بسؤال برلماني إلى الحكومة المصرية بتتحدث فيها عن كم شجرة جماعة في مصر إحنا عايزين نعرف إحنا عندنا كم شجرة في القاهرة ومتوسط المساحة الخضراء لكل مواطن مصري قد إيه؟ النائبة البرلمانية وجهت السؤال لرئيس الوزراء ووزيرة البيئة حول العنوان العريض نصيب المواطن المصري من المساحات الخضراء في مصر زي ما يطلع قدام حضراتكم الخبر على الشاشة سؤال برلماني حول نصيب المواطن في مصر من المساحات الخضراء لما اتكلمت النائبة الدكتورة نادا وقالت رقم الحقيقة كان صادم جدا أعلنت مفاجأة وقالت أن نصيب الفرض في مصر من المساحات الخضراء تقريبا خمسة متر مربع وهو من أقل المعدلات على مستوى العالم فإحنا حبينا في آخر كلام ما حضراتكم النهاردة نشوف إحنا متوسط المساحات الخضراء بالنسبة لنا كمصريين قد إيه؟ مقارنة بدول أخرى جنبنا وإيه هو المتوسط العالمي اللي المفروض يكون موجود خلينا نشوف كده نصيب المواطن المصري من المساحات الخضراء قد إيه؟ زي ما قلنا خمسة متر مربع في مصر طيب في الإمارات مثلا ونقف عند بلد بلد نصيب الفرض من المساحات الخضراء في الإمارات ستة وعشرين وتلاتة من عشرة متر مربع حد يقول لي يا عمي دي الإمارات طيب ما تيقوا نشوف دولة تانية نروح إلى المغرب على سبيل المثال مساحات الخضراء في المغرب نصيب الفرض فيها عشرين متر مربع يعني ضعفنا أربع مرات في قطر اللي هي دولة صغيرة جدا مقارنة بمصر في المساحة فمتوسط نصيب الفرض من المساحة الخضراء في قطر تسعة متر مربع إحنا خمسة متر مربع بكل مساحة مصر الشاسعة دولة تانية صغيرة في المساحة مقارنة بمصر وهي تونس ستاشر متر مربع هو نصيب الفرض في تونس مقارنة بمصر النصيب الفرض فيها خمسة واحد من عشرة متر مربع طيب نروح لبلد أكبر مساحة أكبر تعداد سكاني أكبر الصين على سبيل المثال اللي هو تعداد السكان عندنا في مصر لا يقارن مع الصين بأي حال من الأحوال تسعة وواحد وسبعين من مية متر مربع في الصين طب يا جماعة طب إيه المشكلة طب إحنا ليه خمسة متر مربع ولليه الصين تسعة متر مربع ولا تسعة وسبعة من عشرة النظام هو اللي يقول حاجة زي كده بلد تاني أيضا في المقارنات في نصيب الفرض إيطاليا وهي بلد أيضا قريبة مننا مش بعيد أو يعني متوسط نصيب الفرض فيها تلاتة وعشرين ونص متر مربع لكن إحنا في مصر خمسة وواحد من عشرة متر مربع من المساحات الخضراء طيب الرقم الجاي ده هو الخلاصة بتاعة التقرير أو بتاعة الأرقام اللي إحنا بنعرضها لحضراتكم المتوسط العالمي كام؟ المفروض أنت كمواطن مصري بتفرج عليها دلوقتي بتعيش في بلد هتستضيف قمة المناخ السابعة والعشرين كمان كم شهر بتقولك إن إحنا رعاة المناخ في العالم عبد الفتاح السيسي بيتكلم عن دعم المناخ في العالم ومواجهة التغير المناخي جميل جدا البلد دي كانت خمسة واحد من عشرة المتوسط العالمي واحد وتمانين متر مربع من المساحات الخضراء يعني إحنا ناقصنا كام عشان نوصل لده ناقصنا تقريبا ستة وسبعين مش كده؟ يعني النظام المصري مفروض يوفر لحضرتك كمواطن مصري ستة وسبعين متر مساحات خضراء وشجر حواليك لأن نصيب الفرد في العالم واحد وتمانين متر مربع حتى في دي النظام فاشل حتى في دي النظام مش قادر ومرة تانية أنا هنا مش بقول أراء سياسية أنا هنا بكلم حضرتك بأرقام رسمية ومقارنة مع دول جنبنا ودول تانية طيب إيه اللي وصلنا لكده؟ إيه اللي وصلنا أن إحنا عندنا خمسة واحد من عشرة بس متر مربع لكل مواطن في حين المتوسط المعدل العالمي من نصيب الفرد لمساحات الخضراء هو واحد وتمانين متر مربع يمكن الصورة اللي هتطلع قضام حضراتكم دلوقتي للخبر ده غضب شديد من قطع الأشجار في القاهرة بالتزامن مع تحضير قمة المناخ ويمكن الأسبوع اللي فات كنت أتكلم مع حضراتكم على موضوع قطع الأشجار واستعرضنا في المنتزه في كذا مكان النظام بيعمل إيه؟ في الشجر خلاصة الموضوع واحد وتمانين متر مربع وحضرتك متوفر لك خمسة متر مربع هو دليل جديد على أن هذا النظام فاشل حتى في توفير الشجر والمساحات الخضراء لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر